بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدونة ماكروتك العرب أهلا بيكو بالنسبة للروتر تي داتا اللي عايز يعملو بريتج طبعا بتخش ادمن بتخش باليوزر نيم ادمن بتاعك او تخش في اليوزر الباسورد اللي انت عملهم سبعا مثلا المسطر بتاعه ادمن وبعدين بخش على البيزيك وبعدين على الوان بتاعتي هاجي هنا هو بس اختار بريتج تماما شباب اختار بريتج و لو عايز الاسرع في الربط اختار اذر تمام باختار بريتج بس و زيره على 35 بقوله بريتج واقوله سبمت لو زاهر لك العلامة دي هقوله اذر و سبمت تماما شباب بس كده اصبح بريتج يشتغل على اي روتر على اي شركة تانية طبعا بتحط في الماكرو تيك وبتحط اليوزر الباسورد بتوعك يشتغل على اي شركة تانية عادي في شئ اي مشكلة تماما شباب الف شكر ليكم والسلام عليكم